تكون مستقلة لوحدها تذكيرا بالموروث الثقافي الليبي وحفاظا على المعالم والمواقع الأثرية في عموم البلاد وهنا في جبل نفوسة نظمت في مركز كاباو الثقافي ندوة علمية حول الحياة الدينية والعلمية بمنطقة كاباو عبر العصور الندوة تناولت توضيحا لموقع مدينة كاباو الجغرافي ومعالمها الداخلية والخارجية والمدن الأثرية المحيطة بها للمحاضرة تناولت معالم كاباو قبل 1960 وهذه طبعا الغرض منها أو الدراسة هذه الغرض منها هو وضع نقاط على الحروف بحيث نذكر بها الأجيال القادمة أو الأجيال الجاية بأن لهم ترات لهم تاريخ لهم معالم وهي محيطة بهم موجودة في بيوتهم موجودة في مدينتهم موجودة في مسارح طفولتهم الندوة عرضت خلالها أيضا مواقع السكن بمدينة كاباو ونظامها الإدارية وتوزيع وأصول قبائلها وكذلك الحياة العلمية وكذلك الحياة العلمية في تلك الفترة والحياة الاجتماعية من أعمال السكان وعاداتهم وتقاليدهم ومناسباتهم ومعتقداتهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين جيل الأجيال القادمة بأن يكونوا بحاة ودارسين لها الأثار الغنية في مناطقنا لأن مناطقنا غنية بالأثار غنية بالمدن غنية بالمعالم غنية بالعلماء غنية بكل ما فيها من سواء كان في ويديانها أو في وهادها أو في جبالها أو في صحاريها فيها ما يمكن أن يكتب الإنسان ويدونه وعلى هامش الندوة العلمية أقيم معرض للكتاب بدار تيرا المهتمة بنشر التراث ونشاط العلماء في مجال التاريخ بمدن جبل نفوسة